أهلا بالجمهور الكريم كنا نتحدث عن الفرق الشيعية وبأداءنا الحديث عن الفرقة النصيرية العلوية واتهامها بالكفر والضلال وعبادة علي بن أبي طالب من طرف أهل السنة والجماعة بالخصوص وكما قلنا في الحلقة الماضية عن الشيخ محمد بن الحسن بن سنان نقلا عن الإمام علي الرضا وهو الإمام الثامن عند الشيعة كما قلنا وذلك في مخطوطة أرب 1450 الموجودة بالمكتب الوطني بباريس يقول فيها بما معناه أن ولي الله علي بن أبي طالب هو روح الله ونوره الظاهر وما محمد سوى تجلي لهذا النور الإلهي وصورة الله الظاهرة في الجسد في هذه الحلقة نقدم لكم مخطوطا آخرا من المكتب الوطني الفرنسية بباريس كذلك عن نفس الفرقة تحت رقم أرب 1449 وهي نسخة عن كتاب الأسس المنسوب للملك سليمان بن داود وهو بقلم الشيخ أبو الحسن الحيدر النصيري كتبها سنة 1791 ميلادية لنقدم للمشاهد الكريم بعض المعتقدات عند الفرقة النصيرية التي تختلف عن باقي الفرق الإسلامية يقول في الرقعتين الثانية والثالثة إن كتاب الأسس هو كتاب معرفة حكمة سليمان بن داود أساس كل شيء الشمع على تأليفه أربع تلاف حكيم بأمر منه ويخبرنا صاحب النص نقلا عن ابن الحيدري عن إبراهيم بن محمد البغدادي عن صاحبه الإمام الرضا في عهد الخليفة العباسي المأمون بأن الإمام الرضا كان يحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب وهو بدوره أخذه عن الأئمة الذين سبقوه ولتقديم هذه الحكمة جعلها مجموعة كبيرة جدا من الأجوبة على أسئلة تجمع جزءا كبيرا من معتقدة الفرقة النصيرية وهذه الأسئلة كلها لسائل يسأل أعلم هؤلاء الحكماء وعبر عنه صاحب النص بالعالم وبدأ بتساؤل عن الله وصفاته الظاهرة والباطنة ثم التجلي والظهور في الأنبياء والرسل والملائكة ثم تحدث عن حكمة خلق آدم وقصته وعن الأنبياء وكل نبي يبطل شريعة من كان قبله فيخرج الناس من شريعة إلى أخرى حتى يتمم الحكمة ويبلغ الهمة ويتم العلم ولو كان دينا واحدا لكان غير حكيم كما يقول في الرقعة 32 ولكل مؤمن سبع أبدان وسبع ولادات مسألة تقمص الأرواح كما أنه يسمي القرآن بالكتاب العربي محمد لأن سليمان من المفروض أنه يتكلم لغة عبرية على سبيل المثال والقرآن هو عربي فكما تلاحظون فرغم الحديث عن سليمان بن داود وفي عهده إلا أنه يتحدث عن القرآن وكأنه نوع من التنبؤ وتحدث كذلك عن زعم اليهود بقتل المسيح حتى كفرهم الله في الإنجيل والكتاب العربي أي القرآن ففسر الأمر بدخول اللهوت في النسوت وقت حمل مريم ونزوله من السماء وذلك في الرقعة 55 ألف وبالتالي يقول المسيح حسب الكتاب العربي تجليا إلهيا بحسب العقيدة النصيرية ويقول عن موسى كان بيتا من بيوت الله التي ينزل بها الرب وذلك في الرقعة 56 به ويعود للمسيح فيقول عنه إنه ليس الإبن وإنما هو الآب إذن هناك عقيدة مختلفة تماما عن إجماع المسلمين وكل فريق يدعي بامتلاكه الحقيقة وأخذها عن الأئمة والصحابة المعصومين فالفرقة النصيرية لم تقف عند تعليم الرسول محمد بل قدمت لنا كتبا عديدة ككتاب الأسس الذي يعود لزمن سليمان بن داود حسب قولهم وهذا مأخوذ عن الأئمة والسؤال المطروح من يمتلك الحقيقة المطلقة؟ لا أحد فكل واحد يدافع عن فرقته ويعتبرها الفرقة الناجية عند الله بحجاج لا ترقى لمستوى اليقين في بعض الظروف ما يتير الانتباه في دراسة العقيدة النصيرية موضوع التجلي الإلهي في الكائنات فموضوع المسيح ودخول اللهوت في النسوت وقت حمل مريم ونزوله من السماء كما جاء في الرقعة 55 يشبه بعض الجوانب العقيدة القولي ريديانية التي تحدثنا عنها سابقا والتي أشار إليها الأسقف القبرصي أبي فنوس السلاميسي في كتابه باناريون سنة 306 فهم فرقة نصرانية من العرب عبدت المسيح وأمه لحلول الله فيهما وبالتالي وجبت عبادتهما ولهذا السبب أصبحت هذه الفرقة هرطقة تحاربها الكنيسة فدخول اللهوت أي الله في النسوت أي مريم وبحملها بالمسيح يصبحان إلهين وقد حاربها القرآن كذلك في سورة المائدة الآية 116 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس تخدوني وأمي إلهين من دون الله فالعقيدة النصيرية لا تؤله مريم العدراء باعتبارها وعاء فقط ولا تؤله المسيح من دون الله انتبهوا لي عبارة من دون الله بل هو الله الظاهر في النسوت وتنفي عقيدة التتليت كما جاء في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلة كباقي الفرق النصرانية التي لا تؤمن بالتالوت المقدس عند المسيحيين كالأبيونيين وقد تحدثنا عنها في إحدى الحلقات والعقيدة المناركية وكذلك الأريوسية أصبحوا بحكم مجمع نيقيا الأول سنة 325 هرطقات رافضة كما رفض الشيعة تلوت الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان واتباع العلي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهذه العبارة كرم الله وجهه سوف نرى ماذا تعني لهوتيا عندهم نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر